اشتركوا في القناة وهي تأكيد العدالة الإلهية وتحميل الإنسان مسؤولية أعماله ودفعه نحو حياة أخلاقية وروحية تتجاوز حدود المادة في الإسلام يركز على يوم القيامة كذروة للعدالة الإلهية حيث تحاسب الأرواح بعد الموت وتنتقل إلى عالم البرزخ في انتظار الحساب في المسيحية يؤمن بالقيامة والحياة الأبدية حيث تفصل الأرواح وتحاسب في يوم الدينونة الأخير أما اليهودية فتتراوح معتقداتها بين القيامة وتناسخ الأرواح حيث تسعى الأرواح للعودة إلى الله في العالم الآتي في الديانات الشرقية مثل الهندوسية والبوذية تعتبر الحياة جزءا من دورة لا نهائية من الولادة والموت حيث تسعى الروح للتحرر من قيود المادة والرغبة لتحقيق السعادة الحقيقية والاتحاد بالمطلق في الهندوسية يعرف هذا التحرر بالمكشى بينما يطلق عليه في البوذية النرفانة وفي الجانب الآخر يرفض الإلحاد فكرة وجود إله أو حياة بعد الموت ويعتبر الموت نهاية للوجود والوعي مع تأكيد البعض منهم على خلق حياة ذات معنا من خلال تأثيرهم الإيجابي في الآخرين وفي النهاية يبقى السؤال الذي يتحدى كل إنسان هل نعيش حياتنا متطلعين إلى الآخرة كما في الإسلام والمسيحية واليهودية أو التحرر الروحي كما في الهندوسية والبوذية أم نغرق في بحر الدنيا وننسى الغايات الأسمى هذه الأسئلة هي ما تجعل رحلة الإنسان في الحياة مليئة بالتأمل والتفكر بحثا عن المعنى والمصير من هنا تختلف وجوه النظر حول الحياة بعد الموت وحتى قيام الساعة بين الإسلام المسيحية اليهودية الهندوسية البوذية والإلحاد ولكن تبقى هناك بعض القواسم المشتركة والاختلافات الرئيسية التي ترسم خريطة هذا البحث الأبدي الديانات السماوية وتصورات يوم القيامة والحساب في الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام يحتل مفهوم يوم القيامة والحساب مكانة محورية إنه اليوم الذي تتجلى فيه العدالة المطلقة وتتضح فيه الغاية من الخلق حيث يحاسب كل إنسان على أفعاله في الدنيا وقد صورت هذه اللحظة العظيمة بأحداث كونية مرعبة إنشقاق السماء وتناثر النجوم وزلزلة الأرض وقيام الموتى من قبورهم للحشر أمام الله عز وجل أما في الديانات الشرقية مثل الهندوسية والبوذية فلا يوجد مفهوم ليوم القيامة أو الحساب مثلما في الديانات السماوية بل يؤمنون بتناسخ الأرواح عبر دورات ولادات وموت متكررة تسمى سامسارة فبعد الموت تنتقل الروح إلى جسد جديد بشري أو حيواني أو نباتي بحسب أعمالها الصالحة أو السيئة في حياتها السابقة وهو ما يعرف بقانون الكرمى وتستمر رحلة التقمصات هذه حتى تتحرر الروح من دورة الولادات والموت وتصل إلى حالة النيرفانة في البوذية أو المكشى في الهندوسية وهي حالة من السلام والصفاء والاتحاد مع الحقيقة الكونية العليا وهنا نود أن نوضح تصورات يوم القيامة والحساب من منظور الديانات السماوية الثلاثة في اليهودية تتباين الآراء حول طبيعة الحياة بعد الموت بشكل ملحوظ بعض اليهود يؤمنون بقيامة الموتى في نهاية الأزمنة ليحاسبوا أمام الله بينما يؤمن آخرون بخلود الروح وانتقالها إلى عالم آخر لكن معظم اليهود يتفقون على وجود العالم الآتي وهو حالة روحية سامية يعيش فيها الصالحون بقرب الله بينما يعاني الأشرار من بعده تؤمن اليهودية بيوم الدين يوم هدين وسينفخ في البوق العظيم شوفار فيسمعه الأموات في قبورهم ويقومون للدينون وسيجلس الله على كرسي القضاء وتفتح أمامه أسفار الموتى والأحياء ويحاسب كل إنسان على أفعاله وسيكافئ الله الصالحين على أعمالهم الصالحة ويعاقب الأشرار على شرورهم لكن معظم اليهود يرون أن العقاب لن يكون أبديا بل مؤقتا في جهنم جيهنوم حتى تتطهر النفوس من آثامها ثم تنتقل إلى الجنة جان عدن أو العالم الآتي علام هبا أما الصديقون التامون فيدخلون الجنة مباشرة دون المرور بجهنم الجنة تسمى جان عدن حيث تستقر أرواح الأتقياء والجحيم يسمى جيهنوم وهو في أصله كان واديا جنوبا وغرب أرشليم حيث كان يحرق فيه الصغار كقرابين للإله مولوخ في عهد الملكين سليمان ومنسا بعد السبي البابلي تحول الوادي إلى مكب للنفايات مما ربط صورة حرق البشر بمفهوم نار الجحيم في الأخرويات اليهودية والمسيحية وتصور الأساطير اليهودية يوم الدين أو القيامة بأنه سيستمر إثنى عشر شهرا يدان فيها الموت أولا ثم الأحياء وسيكون حساب الأمم الأخرى أخف من حساب اليهود لأنهم شعب الله المختار الذي أعطي التوراة والشريعة وسيقضي الله لشعبه بالخلاص والنصر على أعدائهم ويقيم مملكته الأبدية في صهيون كذلك يؤمن بعض اليهود بقيامة الموت في نهاية الأزمنة عندما يأتي المسيح المنتظر المشيح عندها ستعود الأرواح إلى أجسادها لتحاسب أمام الله يدخل الأبرار الجنة بينما يذهب الأشرار إلى جهنم فريق آخر من اليهود خاصة المتأثرين بالفلسفة اليونانية يؤمنون بخلود الروح وانتقالها بعد الموت مباشرة إلى العالم الآتي أولام هابا حيث تنعم بالقرب من الله أو تعاني من بعده دون الحاجة لبعث الجسد كذلك تبنى بعض الحاخامات والمتصوفة اليهود فكرة تناسخ الأرواح جلقول عبر عدة حيوات حتى تصل إلى الكمال الروحي المطلوب لدخول العالم الآتي ولكن ما هو الشيول عند اليهود؟ هو مصطلح توراتي يشير إلى عالم الموتى تحت الأرض حيث تستقر الأرواح بعد انفصالها عن الأجساد والشيول مكان مظلم وساكن لا يميز بين البار والفاجر ولا يحتوي على ثواب أو عقاب في المسيحية يؤمن المسيحيون أنه بموت المسيح على الصليب وبقيامته انتصر على الموت وفتح باب الحياة الأبدية للبشر يعتقد المسيحيون أنه في يوم الدينونة الأخير سيعود المسيح مرة أخرى ليحكم على الأحياء والأموات في هذا اليوم تتحد الأرواح بأجسادها وتحشر أمام عرش الله للحساب يعتبر الإيمان بقيامة المسيح والحياة الأبدية بعد الموت من العقائد الأساسية في المسيحية يعتقد أن أعمال الإنسان في الدنيا تحدد مصيره في الآخرة إما في الجنة أو في النار بعد الموت تفصل الأرواح الأرواح الصالحة تنتقل إلى الفردوس حيث تنعم بحضرة الله بينما تذهب الأرواح الشريرة إلى الجحيم لتعاني من العذاب عندما يكون الشخص على وشك الموت يقوم رجال الدين المسيحيون بترتيل الصلوات وإعداد النفس روحيا للقاء الله مما يساعد المحتضر على الانتقال بسلام إلى العالم الآخر وسيقوم الموت من قبورهم وتتحد أرواحهم بأجسادهم من جديد ليمثل أمام عرش الله العظيم الأبيض للحساب وسيفتح سفر الحياة ويحاسب كل واحد بحسب أعماله المكتوبة في السفر وسيفصل الله الناس كالراعي الذي يفصل الخرافة عن الجداء فيقيم الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره ويقول للذين عن يمينه تعالوا يا مباركين أورثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم ويقول للذين عن يساره ذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية أما في الإسلام يعتبر الإيمان بالحياة بعد الموت أحد أركان العقيدة الأساسية يبدأ مصير الإنسان بعد الموت بالانتقال إلى مرحلة تسمى البرزخ وهو عالم بين الحياة الدنيا ويوم القيامة حيث تنتظر الروح حتى يأتي أمر الله بالبعث ولكن ما هي مرحلة البرزخ؟ عند موت الإنسان يتم تغسيله وتكفينه وفقا للشريعة الإسلامية ثم يصلى عليه قبل دفنه بعد دفن الميت تبدأ مرحلة البرزخ حيث يأتي ملكان يسميان منكرا ونكيرا ليختبراء إيمان الميت وأعماله يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه إذا كانت إجابات الميت صحيحة يفتح له باب من الجنة ويشعر بنعيمها حتى يوم القيامة أما إذا كانت إجاباته خاطئة يفتح له باب من النار ويشعر بعذابها حتى يوم القيامة في يوم القيامة فينفخ في الصور نفختان النفخة الأولى تميت جميع الخلائق والنفخة الثانية تعيدهم إلى الحياة يبعث الناس من قبورهم ليحشروا في أرض المحشر حفاتا عراتا حيث يقفون تحت حرارة الشمس الشديدة التي تدنو من رؤوسهم وتكون رؤوسهم مكشوفة ينتظرون بدء الحساب يبدأ الحساب حين تعرض صحائف الأعمال على الناس وتوضع الموازين لوزن حسناتهم وسيئاتهم يُعطى كل شخص كتابه فمن أعطي كتابه بيمينه فهو من الناجين ومن أعطي كتابه بشماله فهو من الهالكين يحاسب الله الناس واحدا واحدا ويسألهم عن كل صغيرة وكبيرة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ثم يقضي بينهم بالحق بعد الحساب يفصل بين المؤمنين والكافرين فيدخل المؤمنون الجنة بفضل رحمته وهي دار النعيم الأبدي التي أعدها الله لأهل الطاعة والإيمان وتصور الجنة في القرآن بأنها مكان يحتوي على قصور وأنهار وجنات من الفواكه والأشجار يعيش المؤمنون في الجنة في سعادة أبدية لا تنتهي حيث لا تعب ولا مرض ولا موت أما الكافرون والمذنبون فيلقون في النار حيث يلاقون عذابا شديدا النار تصور في القرآن كمكان مليء بالزقوم شجرة تنبت في قعر جهنم ثمرها كأنه رؤوس الشياطين والحميم ماء يغلي والسلاسل يعاقب أهل النار بعدل الله على أعمالهم السيئة ويعيشون فيها في حسرة وندم أبدي ورغم قسوة الحساب والعقاب يبقى باب الشفاعة مفتوحا للمؤمنين فيشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته ويشفع الأنبياء والصالحون وقد يشمل عفو الله بعض المذنبين فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة يعتبر الإيمان بيوم القيامة وما يترتب عليه من حساب وجزاء أساسيا في حياة المسلم حيث يوجه أفعاله وأخلاقه ويبقيه دائما في حالة من الوعي بمصيره الأبدي محاولا أن يكون من الناجين الذين يدخلون الجنة برحمة الله وفضله ولكن ماذا عن الديانات الشرقية وتصورات ما بعد الموت في الديانات الشرقية مثل الهندسية والبوذية تختلف الرؤى بشكل جذري عن الديانات السماوية لا يؤمنون بيوم قيامة جماعي بل بتناسخ الأرواح عبر دورات متكررة من الحياة والموت تتحكم فيها قوانين الكارما بعد الموت تنتقل الروح إلى جسد جديد سواء كان بشريا أو حيوانيا أو نباتيا وذلك حسب أفعالها في الحياة السابقة في البوذية قد تولد في أجساد بشرية أو حيوانية أو في عوالم سماوية أو جهنمية وتظل في دورة التناسخ سمسارة حتى تتحرر منها بالوصول إلى النيرفانا النيرفانا هي حالة من السلام والصفاء الداخلي والاستنارة الروحية حيث تنطفئ نيران الرغبة والكراهية والجهل وتتوقف معاناة التعلق بالذات والدنيا وتبلغ مرحلة التحرر النهائي وهي الغاية النهائية التي يسعى إليها كل بوذي متبعا تعاليم بوذا بينما الهندوسية تشترك مع البوذية في الإيمان بالكارما والتناسخ وتحرر الروح في النهاية لكنها تختلف في التفاصيل يؤمن الهندوس بإله واحد برهمان تنبثق منه كل المخلوقات وتعود إليه كقطرات الماء من المحيط بعد الموت تصعد الروح إلى عالم الأسلاف بيتر لوكا لفترة ثم تعود للميلاد من جديد حسب أعمالها تستمر رحلة التقمص عبر ثمانية مليون وأربعمائة ألف صورة من الكائنات حتى تصل إلى الهدف وهو المكشى أو الخلاص حيث تتحد الروح الفردية الأتمان مع الروح الكونية براهمان في سعادة أبدية وتبلغ الروح مرحلة التحرر النهائي هذا التحرر يأتي بعد سلسلة طويلة من الولادات والموت وهو يتطلب جهدا روحيا عظيما عبر الزهد والتنسك والتأمل العميق أما الملحدون فهم على النقيض من الأديان لا يؤمنون بوجود إله أو حياة بعد الموت بالنسبة لهم الموت هو نهاية الوجود والفناء التام للشخصية والوعي بعض الملحدين يجدون عزاء في فكرة استمرار تأثيرهم في الآخرين والمجتمع من خلال إنجازاتهم أو أعمالهم فيما يتبنى آخرون فلسفات وجودية تدعو لتحمل مسؤولية حياة ذات معنى دون انتظار مكافأة أو عقاب في الآخرة في نهاية المطاف يبقى البحث عن معنى الحياة والمصير بعد الموت من أهم الأسئلة التي تواجه الإنسان ويسعى كل فرد للوصول إلى الحقيقة والغاية النهائية بطريقته الخاصة سواء عبر الإيمان الديني، الفلسفة أو التجربة الشخصية إذا كنت مهتماً بهذه المواضيع الشيقة وترغب في معرفة المزيد عن قصص وحكايات مشابهة من مختلف الثقافات والأديان فلا تنسى الاشتراك في قناتنا قصص وحكايات للحصول على المزيد من المحتوى الممتع والمفيد انضم إلينا في رحلة لاكتشاف أسرار الكون وحكاياته المثيرة ترجمة نانسي قنقر